السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم نحكي وعلى أول خطاب للقادية إشرف شبيل حرم رئيس الجمهورية التونسية قيسة سعيد أول خطاب لها بأتم معنى الكلمة تقريباً ما سمعناهش تحكي بالكل كانت تترافق رئيس الجمهورية في زياراته الخارجية في بعض المنسبات وقت الانتخابات ووقت الاستفتاء حضرت زيادة عامنيويل في عيد المرأة كانت قاعدة معناه مع الحضور تعمل موكب في قصر قارتاج وكانت يا حاضرة كانت تتفكر وقتها لبستها كالانسامبل بالزرق مشيت معها لبروكسيل وقتها كيف هي لبست وكيف هي مرأة مضخمة وكل شيء محليها حضرت معها في برشا مناسبات كيما قلت في الاستفتاء كل شيء مع مرهام متكلمت اليوم عملت خطاب كريمه بمناسبة التشؤوت عيد المرأة التونسية هي ورئيس الحكومة الاحتفال هذا لحقيقة اثار نقطة استفهام عليش اثار نقطة استفهام قبل ما نقولكم شو قالت وكل شيء عليش رئيس الجمهورية ما عملش الموكب العادي معناه اللي مستنسين بيك متعودين عليه أصلا احنا نهار ثلو تشؤوت رئيس الجمهورية ايا كان يلم نسى من كل الفئات والجهات وكل وفي قصر قارتاج ويلقي كلمة يحكي على حقوق المرأة وعلى المرأة تونسية وين وصلت وشنو وعملته كل شيء المرة هذي معملش عليش زعمة معملش هل فما عدة نقاط تقول هذا نستغربه من رئيس الجمهورية انه مش هو بيده لأشرف خطر نعرف الرئيس كي تبدأ حاجة مهمة بالنسبة لي يشرف عليها بنفسه وفما شكون يقول عليش زوجة رئيس الجمهورية اليوم خرجت وتتكلم ومستغرب لحقيقة رأيينا الشخصية منشوف هيش حاجة تدعو للغرابة أبدا عليش؟ أول حاجة زوجة رئيس الجمهورية حاجة عادية على الأخر نشوفوا رؤساء العالم الكل ساعة تنسيهم في مناسبة هكا ولا مناسبة أخرى كل دولة وكيفيش تنجم تقول كلمة هذي حاجة عادية جدا يعني اللي خوف وقول واو بن علي وليلة بن علي جديدة وطلع شو هذة راه بصراحة حكاية فارغة الثاني حاجة المرة مضخمة متثقفة قارية قاذية معنيها بالحق مرة ما شاء الله عليها فما فما حتى معني حاجة تدعو إلى السؤيلة عليش تكلمت وكيفيش تتكلم وشنو وأسألة هكا وتحليل ونقاش على كيفيش تكلمت حاجة عادية جدا المرة هي قاضية مرت رئيس الجمهورية مش معنها عندها مستوي ثقافي وعلمي وزاد هي حقة نجاحات في حياتها كامرأة واليوم زوزن سي أشرفوا على الاحتفال بعيد المرأة هذا التحول عليش رئيس الجمهورية مش هو لأشرف عليه لقيقة يقعد سؤالتها ونتبعوها عليش أما كمظهر من مظاهر الاحتفال زوزن سي سيدة نجلة بودن وسيدة حرم رئيس الجمهورية قيس سعيد زوز عطاو صورة مزينا على المرأة التونسية برافو ليهم وتحية ليهم ولكل المرأة التونسية تم تكريم ثلاء ميناء النساء من النساء الرفيات للدوانة للي ناشحين في حياتهم اقتصاديا وغيرها وفي كل المجالات تقريبا لحقيقة تكريمات أشرفت تعليهم أسيدة الأولى وأسيدة نجلة بودن نزوز مع بعضهم كرموا نساء الكل به من بين الناس اللي انتقدت ساعة من حيث أشكل نلقاه وليد جليد قالت فرجوا توا مباشرة على القناة الوطنية الأولى هو تعد على القناة الوطنية الأولى الاحتفال يقول احتفال بعيد المرأة تحت أشراف السيدة الأولى حرم سيدة رئيس الجمهورية وعلق قال شي يعمل الكيف لحقيقة ما فم حتى داعي للاستغراب حاجة عادية على الأخر كما قلت سينو شنوة اللي صار زوجة رئيس الجمهورية المرهي بالأحمر متألقة كالعادة وعطت كلمة بهذه المناسبة خلينا نشوفوا محتوى الكلمة اللي قدمتها سيدة أشراف شبيل حرم رئيس الجمهورية قيس سعيد في الكلمة بتيحها اليوم تقول بأن تونس هي أول دولة عربية تتولى فيها امرأة رئيسة الحكومة وتعتبر شبيل أنه هذا يعد من المفاخر اللي بش يحفظها تاريخ على حد تحبيرها وتثني وبالفعل نجلة بودان هي أول امرأة تترأس حكومة في العالم العربي وبين سوري ذاكن ما تدفع شي على رئيس الجمهورية وعلى توجهات وعلى مكاسب المرأة وحقوق المرأة في عهد الرئيس في ظل ما فم نسو أخرين يشكوا ويخوفوا في النساء على حقوقهم سواء مجلة الأحوال الشخصية وإلى الحقوق الأخرى فإنه يمكن أكثر حاجة تقنع هي مرأة تحكي على الحقوق متاعها نسية وعلى قدرة المرأة تنسية مرأة معناه في حد ذاتها مرأة تحكي على حقها ومش خايفة على حقها وممكن هذي رسالة اللي حابي وصلها رئيس الجمهورية قيس سعيد على خاطر ما فاميش حاجة هكيكة كل شي عنده رسالة وكل شي عنده هدف معين إشراف شبيل تقول زيداليزم في تونس يتم الحفاظ على مكاسب المرأة ونزيدونا دعموها ونزيدو انطوروها وتدعو إلى ضرورة تضافر جهود كل الأطراف من أجل تدعيم حقوق المرأة ودورها يعني الفاعل في المجتمع ضمن رؤية وطنية واضحة تكرس الأصلاح وحقوق الإنسان مزق إشراف شبيل بش تزيد تدعم زوجها رئيس الجمهورية قيس سعيد وقتي تحكي على الدستور في خطابها اليوم في عيد المرأة صحيح رئيس الجمهورية يمكن كان غايب جسدين صحيح أكيد يتبع ولكن كانت زوجته حاضرة وكانت تحكيت على نجاحات رئيس الجمهورية وسندته ودعمته وكيفيش ليه كل رجل عظيم ورأه امرأة عظيمة إشراف شبيل تقول اليوم بأنه نساء تونس رائدات منذ القدم وأحنا ما نيش من الشعوب اللي تنسى تاريخها وتقول بأنه المرأة لعبة دور في تحرير تونس والنهوض بيها وهي حصن منيع في مقاومة التطرف وشريك فاعل في الحياة العامة وتقول على أنه حتى حد منجم ينكر اللي تعانيه لمرأة في الأرييف خاصة نلقاه الحقوقها الاقتصادية منقوصة وتقول لراهي الجهود مبذولة للاعتناء بالمرأة وما هيش بشتاقة في الجهود هذه وتقول زيدة بقدر ما نفخر بالإنجازات التي ضمينها الدستور الجديد وهون مربط الفرس على خاطر فما برشة أطراف يخوفوا في النساء من الدستور الجديد وفما برشة منظمات تقول أنه ما كسب المرأة في دستور 2014 خير حتى من 2022 ويخوفوا من هذا يتقول هي أنه الدستور الجديد يعني فيه مفخرة وإنجازات ضمينها الدستور الجديد في إطار رؤية متكاملة لتكريس حقوق الإنسان في أنبل معانيها لكننا مدعوون للحفاظ عليها وتطويرها وتقول أنه مطلب الكرامة الوطنية يتطلب أنه تنال المرأة حقوقها كاملة دون إقصى أو تمييز وهذا يتطلب رؤية وطنية وخليني يقولكم أنه الرسالة اللي حاب يوصلها رئيس الجمهورية واضحة الناس اللي تخوف معناها في النساء على حقوقهم هيك خرجت لهم المرأة مرأة رئيس الجمهورية قيس سعيد وتطمن فيهم على حقوقها وتحكي على النقاس الموجودة في الأريف من الناحية الاقتصادية ولكن كمكتسبات موجودة للمرأة التونسية مرأة مثقفة وتحكي على حقوقها أكيد تهمها الحقوق امتاحة ورسالة وصلت ورسالة واضحة بشيزيد العمل على حقوق المرأة أكثر وهيك مرأة تحكي في الكلام هذية وتطمن في النساء ممكن رسالة توصل أقرب وتوصل لأخير خاصة وقت اللي حكيت على الدستور الجديد واعتبرته مفخرة للتونسية برافو حرم رئيس الجمهورية قيس سعيد ترجمة نانسي قنقر